رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقسل اقتضابية صباح اليوم وقد أدل سعدة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بتصريح أكد فيه أن مجلس الوزراء أشاد بمضمون الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة إلى قمة منظمة التعاون الإسلامي الثالثة عشرة وبأهمية ما تضمنته الكلمة السامية من دعوة للعمل من أجل إزالة أسباب الإرهاب وتطوير التعاون لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه ودعوة المجتمع الدولي لإعلان الحرب على الإرهاب ورحب مجلس الوزراء في هذا السياق بنتائج هذه القمة التي أناب جلالة العاهل المفدة إليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهل نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحيا مجلس الوزراء الموقف الإسلامي الموحد والمتماسك الذي خرجت به القمة الإسلامية تجاه خطر الإرهاب وتحديد الجهات الداعمة له والتي عكسه البيان الختامي للقمة وفي هذا السياق فقد أطلع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس على أهم المواضيع والمحاور التي ناقشتها القمة الإسلامية والقرارات التي اتخذت حيالها بعد ذلك دان مجلس الوزراء بشدة العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف بالقنابل الحارقة إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الشوارع وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بقرية كرباباد مؤخرا وأدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين بإصابات خطيرة ووصف المجلس هذا الحادث الإرهابي بأنه جريمة النكراء تتنافى مع كافة القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية وقد قدم المجلس صادقة تعازيه لذوي شهيد الواجب محمد تنوير وتمنى للمصابين الشفاء العاجل مواكدا أن يد العدالة ستصل لهؤلاء الإرهابيين لينالوا جزاءهم الذي يستحقون واستذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز التضحيات الجسام لشهداء الواجب الذين استرخصوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأهله وفي إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لكفاية وكفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين لضمان تحقيق أداء جيد لهذه الخدمات بفاعلية عالية فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة خدمات المرافق والبنية التحتية في حالة بماهر كما وجه سموه إلى التحقق من شكوى أهالي قرية بوري من تداخل الورش والغرجات في القرية وكلف سموه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة ذلك فيما وجه سموه بالإسراع في توزيع الوحدات الإسكانية الجاهزة من المشروع الإسكاني في الرفاع الشرقي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هذه الوحدات من العبث والتخريب إلى حين توزيعها وكلف وزارة الإسكاني بذلك بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يليه